لماذا نحب التقبيل؟ التقبيل من أقدم الممارسات البشرية التي عرفها التاريخ مدونة عند السومريون والهنود والإغريق وقدماء المصريين والفرس اندثرت قليلا بعد انتشار المسيحية ولكنها عاودت الظهور في القرن الحادي عشر مع روايات شيكسبير لكن ما سر جاذبية التقبيل؟ هل هو أمر غريزي أم نتعلمه من الآخرين؟ البداية تبدو عند أسلافنا حين كانوا يمضغون الطعام ويضعونه في أفواه صغارهم فربما هناك رابط بين سعادتنا عند حضور الطعام وسعادتنا بالتقبيل وبالنسبة للأطفال فالرضاعة ليست مجرد وسيلة غدائية بل هي أمر هام لتوضيط العلاقة بين الطفل وأمه فربما التقبيل هو محاكاة يقوم بها عقلنا الباطن لاسترجاع تلك الذكريات السعيدة عند التقام الثدي للرضاعة وسبب آخر يجعلنا نفكر أن التقبيل أمر مكتسب هو أن بعض الثقافات القديمة لم تقم بفعل التقبيل وحتى اليوم هناك بعض البشر لا يحبذون التقبيل كنوع من ممارسة الحب ويبدو أن الأمر لا يقتصر على أن التقبيل له علاقة برابطة الأم مع طفلها فحسب كما ذكرنا بل هناك أدلة تقول أن التقبيل أو حتى مجرد الشم خصوصا لدى النساء يساعدهن على اختيار شريك حياة مناسب بيولوجيا الدراسة وجدت أن النساء يقوم باختيار الرجال لا يسببون تفاعل مناعي بفعل مركبات الـ MHC معلومة أخرى هي أن الرجال يحبون التقبيل قبل الممارسة الجنسية حيث الغرد منها زيادة الإثارة أما النساء فيميلون إلى التقبيل بعد الممارسة الجنسية حيث الغرد منها هو توطيل العلاقة والشكر ويبدو أن الهرمونات التي يفرزها الدماغ أثناء التقبيل تختلف على مدار العلاقة بين شخصين ففي بداية العلاقة يتم إثراز الدوبامين الذي يخلق إحساس الحب الجديد مع زيادة في الإثارة والشوق بينما تقبيل الشريك الذي مر وقت كبير بينكما يثير إثراز الأكسيتوسين أعطينا الهام لتوضيل العلاقات طويلة الأمد ودعونا نواجه الأمر التقبيل فضلا عن كل ما مضى هو إحساس جميل لأن الشفاة واللسان يمتلئني بالنهايات العصبية التي تجعل ممارسة التقبيل أمر جميل وفريد